أكثر من 500 قضية فساد في إقليم كردستان منذ بداية العام الحالي هذا ما أعلنته هيئة النزاهة مشيرة إلى انخفاض عدد قضايا الفساد مقارنة مع العام الماضي وسط تجديد الرقابة المالية والإدارية على المؤسسات العدد زاد العدد الحالي تقريبا حوالي 20 إلى 30 قضية أكثر من العام الماضي 1100 قضية حاليا تحت التحقيق القضايا تقريبا تحسب بعضها طبعا بعض قضايا بالإفراج ولكن أغلبية إذانا انخفاض نسبة الفساد في مؤسسات إقليم كردستان عزته هيئة النزاهة إلى الدعم الحكومي الكبير من الكابنة التاسعة وبرنامج التحول الرقمي الذي طبق في عدة مؤسسات بشكل كامل ما أسهم في إغلاق الأبواب أمام الرشوة والفساد المالي وعدم الشفافية شهد إقليم كردستان خلال السنوات الماضية اتخاذ إجراءات صارمة بحق الفاسدين حيث تم تقديم العديد من المتهمين للمحاكمة وأبرز الأمور التي أثرت على فعالية مكافحة الفساد في الإقليم هو التحول الرقمي في المؤسسات التي تبنته حكومة كردستان وحققت خلاله نتائج مالموسى وشملت إجراءات مكافحة الفساد القطاع الحكومي والخاص على حد سواء حيث تشير إحصائيات هيئة النزاهة إلى تقديم 367 متهما بالفساد للمحاكمة منهم أصحاب الشركات ومطاعم ومقاهي إضافة إلى موظفين حكوميين ومدراء ومسؤولين أمنيين برتب مختلفة علي زيتو قناة ديجيلا أربي